مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم من ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرع انخفاض قليل على درجات الحرارة من الأحد لتصبح تقريبا حول معدلاتها وتصبح الأجواء تقريبا صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوائية ذات اللون الأحمر الفاتح تتقدم باتجاه المملكة وهذه اللون الأحمر الفاتح يمثل درجات الحرارة الأقل بينما اللون الأحمر الغامق يمثل درجات الحرارة الأعلى يتراجع باتجاه الشر ولكن تتقدم الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأبرد والرطوبة الأعلى لذلك يطرع انخفاض يوم الأحد على درجات الحرارة بإذن الله ولكن يوم الاثنين تعاود درجات الحرارة إن شاء الله للارتفاع مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء تقريبا صيفية معتللة درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة الأحد انخفاض على درجات الحرارة تصبح حول معدلاتها لكن يوم الأحد 29 بتكون قبل الظهر لكن تسجل العظمى يوم الأحد بحدود 32 وهي حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والصغرى بحدود 20 درجة أيضا حول المعدل الاثنين والثلاثة يطرع ارتفاع على درجات الحرارة مرة أخرى وبتصبح يوم الاثنين 32 قبل الظهر و31 قبل الظهر يوم الثلاثة لكن العظمى تسجل يومي الاثنين والثلاثة بحدود 34-35 يعني أعلى من المعدل حوالي درجتين إلى أربع درجات والصغرى أيضا بحدود 23 أعلى من المعدل أيضا قليلا يعني تعاود يوم الاثنين والثلاثة وترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بإذن الله الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية إربط 34-22 عجلون 32-19 جرش 35-21 المفرق 34-18 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 30-20 مأدبة 29-21 عمان تتروح ما بين 29 إلى 32 درجة العظمى والصغرى بحدود 20 الزرقى 34 إلى 21 والبحر الميت أجواء حارة 38 إلى 29 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 31-21 الطفيلة 29-21 الشراح 28-19 عمان 36-23 والعقبة أجواء حارة 41 إلى 28 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة بالنهار معتدلة بالليل الأزرق 38-22 الصفاوي 37-23 وأرويش 39 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري